وثق تقرير حقوقي استشهاد أربعة مدنيين بينهم طفل وإصابة خمسة عشر آخرين في قصف للميليشيا على قرى الحيمة في محافظة تاعز خلال أسبوع وقالت شبكة الراصدين اليمنيين في مؤتمر صحفي إن الميليشيا فجرت أربعة منازل وأحرقت وحدة صحية بالكامل واختطفت عشرين شخصا من أبناء منطقة الحيمة ونهبت منتلكات المواطنين وأضافت أن الميليشيا قطعت جميع طرقات ومداخل هذه القرى وأغلقت الأسواق ومنعت المواطنين من الوصول إليها في الوقت الذي تواصل فيه قصف منازل المواطنين وتمنع إصعاف الجرحة عدد الأسر النازحة من الحيمة منذ بدء الاكتياح في الثلاثاء الماضي تاريخ 19 ديسمبر 2017 ما يقارب الثلاثمائة أسره نازحة القرى التي نزحوا منها هي قرية الشقب ودار القلال والحجر والحدالي وأكمة المدافن والدهنة والعقد وشعب ربيعة وأكمة المهارسة بالنسبة لتفكير المنازل تم تفكير إثنين من المنازل وتم كذلك هذا تفكير بكل وتفكير جزئي لإثنين من المنازل بقذائف الدبابات كذلك تم تدمير وحدة صحية أحرقت بسلاح ثقيل كذلك مدرسة عقبة تعرضت للقصف بسلاح ثقيل الاختطافات والاعتقالات بلغ عدد المختطفين 20 مختطف من قرى الحيمة منذ بدء الأحداث خلال 9 أيام أما المنهوبات بلغ عدد المنهوبات أربع سيارات وأربع دراجات نارية ونهب المنازل التي تم تفكيرها قبل التفكير كذلك الاعتداءات التي حصلت على مزارع المواطنين ومتلكاتهم وتخريب مضخة مياه خاصة بالشرب والرأي كذلك قطع الطرقات تم قطع الطرقات وفرض نقاط تفتيش على مداخل هذه العزلة وكذلك محاصرة المواطنين الداخلين والخارجين وتفتيشهم في مداخل الحيمة حصار الحيمة من كل المداخل القتل الذي بلغ في هذه العزلة قتل أربع مواطنين من بينهم طفل تم قتله قنصان أما القرحة إلى اليوم بلغ عددهم 15 مواطن بينهم أطفال ونساء أغلقوا المساكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر